أستاذ طراد أنا أحب أنك تحكي لنا شوي عن القصة وراء تأسيس هذه الرابطة من وين جاء الإلهام وكيف بدأت وكيف جمعت الناس حولك حتى قدرت تتأسس هذه الرابطة الفريدة من نوعها هي الفكرة بدأت خلال جائحة كورونا خلال جائحة كورونا ومع إغلاق المنشآت الاقتصادية بشكل عام كان من بينها صارونات الحلاق طبعا من أصحاب الشعب الأساسية قررت أحلق على السكر ونشرت صورة لإلي على حسابي الشخص على الفيسو بهذه الفترة كان طبعا في عدة أراء بالتعليقات أنه أعطونا مجال وافتحونا صارونات الإحلاق كان فيه إغلاقات للمنشآت الاقتصادية بشكل عام فأنا بعد ثلاث شهور من الإغلاقات قررت أن يحكي على السكر وبالفعل نزلت باب المزح مع أصدقائي أنه أنا جماعة لقيت الحل المناسب لهذا الموضوع وبالفعل كثير من صحابي تقريب عددهم 20 شخص حلقوا على السكر صرت أنزل صورهم على حسابي أنه فلاني فلاني انضم لمجموعتنا لا حد ما يجى صديقي عبدالعزيز القضاء واخترح عليه بيحكي لترات شورايك نعملهم في جروب فيسبوك كان في موضوع أكبر للمنشان